في مقابلة مع الشرق وعلى هامش جولته الاقتصادية للبرازيل واتشيلي أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر لخريف أكد على متانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبرازيل لافتاً إلى وجود طموحات كبيرة في زيادة حجم التعاون بين البلدين ولسيما مع استهداف 12 قطاعاً ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة نستمع يمكن من المهم الإشارة أن المملكة منذ أن أطلقنا الاستراتيجية الوطنية الصناعية ونحن في حراك كبير جداً لتغطية كافة الكطاعات المستهدفة المملكة تستهدف في استراتيجية الصناعية 12 قطاع يمكن ما يميز البرازيل أن معظم الكطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية تكاد تكون موجودة بشكل أو بآخر بلد صناعي له تجربة رائدة أيضاً خلال العقدين الماضيين وجدنا أنه استطاعي جدد كثير من الصناعات ويدخل في تجارب جديدة وناجحة فمن هذا المنطرق تأتي الزيارة لننظر ما هي الفرص المتبادلة العلاقة التجارية بين المملكة وبرازيل أيضاً علاقة جيدة يمكن طموحاتنا أكبر في البلدين أن نزيد هذه العلاقة وفي قطاع التعدين يعني كما يعرف الجميع المملكة اختارت أن يكون قطاع التعدين من قطاعات الواعدة في رؤية المملكة عشر الثلاثين وهو سيكون إن شاء الله ركز الثالثة في الصناعة طبعاً تشيلي من الدول أيضاً التي تميزت في قطاع التعدين ولها خبرة وتجربة كبيرة جداً في استخراج المعادن وفي أيضاً صناعات المعدنية أو توفير المعادن بشكل عام المملكة نحن كقطاع حكومي أو كوزارات نقوم بتمكين الكطاع الخاص نساعد الكطاع الخاص لإيجاد الفرص وندفعهم لهذه الفرص وتسهيل أو إزالة أي عقبات قد تكون فأي اتفاقيات ستكون فيما يتعلق بشراء أو بامدادات أو غيرها ستكون من كطاع خاص إلى كطاع خاص لكن دورنا في المملكة أن تكون معلومات واضحة لدى المستثمرين فيما يتعلق بالطلب المتوقع بالطلب الذي تحتاجه المملكة وتحديداً في صناعة البطاريات اليوم صناعة البطاريات يمكن من أهم الصناعات على مستوى العالم للأسباب المعروفة باستخدامات الطاقة والتحول تجاه الطاقة النظيفة والمتجددة وهكذا ولذلك والمملكة اجتمعت أكثر من مصلحة تدعونا إلى أن ننظر كيف نجلب الاستثمارات في هذا القطاع من جانب زي ما ذكرت قطاع السيارات قطاع بالنسبة لنا جديد وهذا القطاع رغم أنه حديث بالنسبة للمملكة إلا أنه كان رهان المملكة على السيارات الكهربائية في كل المشاريع التي ستنفذ الآن وستنجج حوالي 300 إلى 350 ألف سيارة فهذه بدون شك تحتاج إلى بطاريات ومن الجانب الآخر المملكة أيضاً مؤهلة أن تحتضن عدد من الاستثمارات في سلسلة الإمداد للبطاريات لدينا اتفاقية فيما يتعلق ببنك التصدير والاستيراد سيوقع اتفاقية مع أحد البنوك لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين صحيح فيه كان مشروع مشترك بين الوزارة الصناعة والثرور المدنية مع وزارة الطاقة وهذه الدراسة أثبتت وجود كميات ولله الحمد زي ما ذكرت مشجعة أول شيء كان الحرص والهدف الأساسي هو توفير اليورانيوم لاستخدامات المملكة في مشوار تنويع أو مزيج الطاقة اللي أقدر أقوله أن الحمد لله بالفعل الكميات الموجودة في المملكة كافية لسد الحاجة فيما يتعلق بتوجه المملكة في خليط أو مزيج الطاقة ولكن ما زال البحث عن اليورانيوم وبقية المعادن يمكن لو تابعت اعلننا في بداية العام في يناير التقديرات الجديدة للموارد التعدينية في المملكة والتي زادت حواري 90% عن تقديراتنا السابقة وهذا بفضل الله عز وجل ثم الجهود التي بذلت للكشف مزيد من الكشف وأيضا الجهود التي بذلها الكطاع الخاص كجزء من عمله بعد التوسع في الترخيص ترجمة نانسي قنقر